والعراق للأسف أصبح مشكلة صحفية عالمية عدد الضحايا في العراق منذ عام 2003 لغاية الآن أكثر من 475 شهيد صحفي يعني أكثر من الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية أو في حرب فيتنام يعني رقم كبير 475 صحفي وصحفية يقتلون في العراق منذ عام 2003 لغاية الآن أعذرني للمقاطعة سيد مؤيد أريد أقول كلمة بس تعقيب على هذه الجملة في واشنطن كان في أحد المتاحف في واشنطن حطين جدارية لضحايا الصحافة حول العالم وللأسف كان تقريبا أكثر من 20 أو 25% من الصور المحطوطة والأسماء المحطوطة هم بالعراق يما عراقين يما صحفيين دوليين تفضل نعم سيد العزيز يعني هذا العدد الكبير يعني عدد مو قليل مو هين يعني تعرف الصحفي هو أصلا هو قضية رأي عام يعني هو ينقل صوت الناس الناس اللي يشوف الصحفي ربما يشوفون جنابك ملايين الأشخاص لا سامح الله عندما يحدث لك شيء فيه سوء مليون شخص أو مليونين أو أكثر يتأثرون في هذه الحالة كيف إذا 475 شهيد صحفي للأسف لم تكن هناك جدية ربما هناك أسباب ليقتل العديد من المواطنين والتفجيرات والأعمال الإرهابية لكن الآن يعني بدأنا خطوات أيضا مهمة مع سيد رئيس مجلس القضاء على الأستاذ فاق زيادان وأنا كنت في لقاء معه قبل عدة أيام وعدة لقاءات سابقة كانت اتفقنا على فتح هذه الملفات اتفقنا على حماية الصحفيين حتى عملية اعتقال الصحفيين لا يجوز اعتقال الصحفي أو إصدار أمر قبض بحقه إلا من خلال نقابة الصحفيين بالتشاور حتى نعرف ما هي هذه القضية الصحفي العراق قدم جهدا كبيرا وقدم منتوجا إعلاميا هائلا بحكم ظروف التي مر بها العراق الصحفي العراقي ربما يحارب في خبزته يحارب في معيشته يحارب أيضا في اعتقاله واختطافه ووصلت الحالة إلى قتله بهذه الأعداد الهائلة لذلك نحن في النقابة سنسعى بشكل دام إلى حماية الصحفيين من خلال الدولة طبعا ليس لدينا القوة الكافية التي نحمي بها الصحفي لكن من خلال الدولة ومن خلال أيضا مجلس القضاء الأعلى وهذه البادرة التي بحكم إصدار الحكم على قاتل الشهيد أحمد والشهيد صفاء هي رسالة واضحة للصحفيين من مجلس القضاء الأعلى من حكومة السيد الكاظم بأن هناك من يتابع المجرمين وسيجدبهم ليكونوا خلف القضبان وهذه حالة ستشجع الصحفيين أيضا على كشف مزيد من حالات الفساد وحالات الفشل وحالات السرقة والحالات الأخرى التي هي للأسف وجدت في العراق بشكل مكثف خلال السنوات الأخيرة ترجمة نانسي قنقر